لنكلم بقى على أمن المواطن الشخصي يعني إحنا برضو عام 2021 وما فيش تنمية ولا استثمار ولا سياسة ولا استقرار سياسي بدون استقرار وتنمية لازم الأمن لابد من هذا الأمن الشخصي بقى يبدأ كمان من أن عام 2021 شهد وصول مصل لقاح ضد فيروس كورونا صحيح وأن الدولة بتوفر هذا المصل الحمد لله تصنيع مصري إنما الدولة كمان بتوفره للمواطنين وبسهولة ويمكن من أوائل الدول اللي في المنطقة اللي بدأت إنها تاخد خطوات جدة إنها توسع شبكة المواطنين اللي حصلوا على التطعيم صحيح يمكن الكفافة السكانية في مصر بتخلي إن ده يعني يبدو كأنه نتيجة طبيعية إنما إن الدولة بتاخد فياسات فعلية على الأرض بتحاول إنها تحول ده من غير ما العمل يقف ومن غير ما الدنيا تقفل وإنها تطور البنية التحتية نسبيا عن الأول لتوسيع مجال التعليم عن بعد على الأقل يعني فأعتقد إن ده إنجاز يحسب لدولة المصرية في 2021 واحد وعشرين